أزمة مزمنة متشعبة الأسباب ولا سبيل إلى حلها على ما يبدو في ظل الفساد المالي وانهيار البنية التحتية الكهرباء في العراق ذلك الهاجس الذي يمس حياة المواطنين ويلح عليهم مع ارتفاع درجات الحرارة لجنة الطاقة النيابية تؤكد أن إنتاج الكهرباء لم يتخطى 20 ألف ميجاوات وأمام هذا الضغط على الاستهلاك وقلة الإنتاج لم تجد وزارة الكهرباء حلا سوى الدعوة إلى ترشيد استهلاك الطاقة رغم الحاجة الملحة لها في فصل الصيف تريد وزارة الكهرباء أن تضع المشكلة على عاتق المواطنين متجاهلة جميع المشاكل الفنية والإدارية التي تعاني منها الوزارة وعدم قيامها ببناء بنية كهربائية متينة فيما أكثر من 90 مليار دولار ذهبت إلى جيوب الفاسدين باسم المشاريع الكهربائية الوهمية منذ عام 2003 وتعد آفة الفساد التي تنخر مؤسسات الدولة أحد أسباب استمرار أزمة الطاقة إضافة إلى تحكم إيران بكميات الغاز الموردة إلى العراق إلى جانب تعرض الشبكات لمشكلات فعلية من بينها انخفاض منسيب نهري دجلة والفرات وتوقف بعض محطات الطاقة في السدود والعمليات التخريبية التي تتعرض لها أبراج نقل الكهرباء بين الحين والآخر إلى جانب استمرار الطلب المتزايد على التيار بمعدل سنوي يبلغ نحو 2000 ميجاوات صيف جديد أشد كارثية يعيشه المواطنون العراقيون في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وانعدام الكهرباء الوطنية الأمر الذي يدفعهم إلى الكهرباء الخاصة التي لا تفي بالغرض رغم تكلفتها المادية الباهظة